التصعيد العسكري للنظام السوري وروسيا شمال غرب البلاد يدفع أكثر من 235 ألف شخص إلى النزوح خلال أسبوعين بحسب الأمم المتحدة المنظمة الدولية قالت إن معظم الفرين كانوا يقتنون في معرة النعمان وقرى وبلدات في محيطها إلا أن كل هذه الأماكن أصبحت الآن شبهة خالية هيئة التفاوض السورية قالت إن المنطقة تمر بكارثة إنسانية كبرى حيث يعيش معظم النازحين في العراء الاستهداف واضح يستهدف المناطق المأهولة بالسكان ويستهدف البنى التحتية المدنية وكأنها عقوبة لهؤلاء المدنيين ودفعهم إلى الخروج من هذه المناطق التي يعيشون فيها العدد الضخم للنازحين يتزامن مع القتال المتصاعد الذي تحدث عنه المرصد السوري لحقوق الإنسان وقال إن اشتباكات عنيفة تدور بين النظام وهيئة تحرير الشام جبهة النصرى سابقا في ريف معرة النعمان الشرقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع أعضاء مجلسه للأمن القومي المعارك وشدد على ضرورة مواجهة النشاط الإرهابي المتزايد في إدلب على حد وصفه المعركة بدأت قبل أسبوعين بقصف جوي للنظام وروسيا إضافة لنشر جنود على الأرض من أجل إعادة فرض السيطرة على المنطقة التي تسيطر هيئة تحرير الشام على معظمها منذ عام 2015 إلا أن انتشار المدنيين جعل الأمم المتحدة تحذر من وقوع كارثة إنسانية جديدة في سوريا ترجمة نانسي قنقر